موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبذ برعاية كوكدور وترشحة افلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الاسبوع الخامس من شهر نوفمبر 2018 مكملين عاجي في نفس جوائز الاسبوع اللي فات بنفس انضامها ومسابقة التوقع الاسبوع ده حتكون على تقييم فيلم جامد لفيلم رالف بريكس دي انترنت فيه لينك تحت في الديسكريبشن حتقدروا من خلاله وتشتركوا في المسابقة وتعرفوا تفاصيلها وتفاصيل الجوائز ويلا بينا نبدأ مع الترشحات الأسبوع ده محبط شوية لاني كنت منتظر بداية عرض فيلم كريد 2 ولكن التعويض جه في هيئة فيلم ويدوز ويدوز من أهم رهنات موسم الجوائز السنة دي لأسباب كتير منها أنه من إخراج ستيف مكوين الفائز بالأسكر منتجا والمترشح مخرجا عن فيلم 12 years a slave والحقيقة بمعرفة المخرج ده ومدرسته وبعدين إراية فكرة الفيلم وقصته لقيت نفسي مش فاهم الفيلم بيحكي عن أرامل مجموعة من المجرمين اللي بيتم إجبرهم على استكمال جريمة المراحيم جوازتهم المراحيم جوازتهم هايل يا مهدي والله فدي فكرة تبدو كوميدية خفيفة أو أكشن بقدر كبير من المبالغات ولكن تصنيف الفيلم مش كده ده فيلم جريمة وإثارة جاد جدا واستقباله النقدي هايل ب91% على روتين توميتوز وحقيقي متحمس جدا لمشاهدته ومراجعته منتصف الأسبوع اللي جاي إن شاء الله مش بس عشان أستمتع به ولكن كمان عشان أفك شفرته ترشحنا التاني حيروح لفيلم بابيون اللي مع بوهيمين رابس دي بيخلي عندنا فيلمين من بطولة رامي مالك بيتعرضه مع بعض في نفس الوقت في السينما اللي هو عادي يعني ما فيهاش أي حاجة غريبة الصراحة الفيلم أعادة لفيلم تاني حمل نفس العنوان وحكى نفس القصة سنة 1973 وكان من بطولة ستيف ماكوين الممثل مش المخرج ومع داستين هوفمن القصة بتحكي عن صداقة بتنشأ ما بين اثنين مساجين وشراكتهم لتصميم خطة للهروب من السجن ستيف ماكوين دا أكتر واحد هرب من السجن في تاريخ السينما تقريبا الفيلم الأصلي بينظر له باحترام وكان ليه تواجد محصوص في موسم الجوايس ساعتها ولكن الفيلم بتاعنا النهاردة مسجل اكتنين وخمسين في المية بس على روتين طوميتوس الميزة الكبيرة في الفيلم دا بس إننا الحقيقة مش لازم نروح السينما عشان نشوفه أظن أنتوا فاهمين قصدي من الظريف دايما أن ترشحتنا يبقى فيها نصيب من الكوميديا والأسبوع دا النصيب دا جاي من خلال فيلم إنستانت فاميلي إنستانت فاميلي من بطولة مارك وولبرج وروز بيرن وبيحكي قصة زوجين بيلجأوا للتبني عشان يبقى عندهم أولاد ولكن بدل ما يتبنوا طفل واحد بيتبنوا ثلاثة إخوات مرة واحدة وفي يوم وليلة بيلاؤوا نفسهم فعيلة كبيرة الصراحة أنا ما كانش عندي أي توقعات إيجابية للفيلم دا حسيت إنه هو فيلم موسم الأعياد بتاع كل سنة بتاع مارك وولبرج اللي هي عادة بتبقى أفلام خفيفة وكل حاجة بس ما يعاكده ولكن الاستقبال النقدي فاجئني بواحد وثمانين في المية على روتن توميتوز فأعتقد إن لو حد بيدور على وجبة سينمائية كوميدية ممكن يلاقيها في الفيلم دا ترشحتنا المنزلية الأسبوع دا حنبتديها في سنة 1976 وفيلم مهم جدا في تاريخ السينما وهو All the Presidents Men كنا قبل كده رشحنا أفلام قديمة لروبرت ريتفرد وأفلام قديمة لداستن هوفمن والمرة دي بنرشح فيلم ليهم هم اللي كنين مع بعض الفيلم دا يعتبر من مراجع الأفلام اللي بتدور في كواليس الصحافة وبيحكي عن كشف فضيحة ووتر جيت إقاع الفيلم دا مش سهل وفيه تفاصيل كتير متناثرة ولكن مع شوية تركيز في المشاهدة أنا واثق إنكم أكيد هتستمتعوا بي ما تقلقوش بقية ترشحات كلها جديدة نسبيا يعني ترشحنا التاني بمناسبة ندرة الأفلام الجيدة اللي من بطولة نيكلس كيج مؤخرا وهو فيلم Matchstick Man الفيلم من إنتاج سنة 2003 وهو من بطولة كيج ومعاه سام روكول ومن إخراج ريدلي سقط شخصيا الأجواء بتكون خفيفة في بدايتها والقصة بتدور عن الألعيب اللي في عالم النصابين ولكن مع مرور الأحداث النبرة بتاعت الفيلم بتاخد شكل جاد أكتر أداء نيكلس كيج في الفيلم ده مبهر خصوصا وإنه بيجي مسببات ومبررات كافية للمبالغات اللي هو بيحب يعملها في التكسيد ولما تشوفوا الفيلم هتفهموا ليه بالزبط ناخد استراحة سريعة من السينما الأمريكية ونروح بسرعة للسينما الفرنسية وبالتحديد في سنة 2015 وفيلم دي بان الفيلم ده فائز بالصعفة الذهبية في مهرجان كان وهو من إخراج جاكو ديار اللي ليه السنة دي فيلم The Sisters Brothers اللي مش عارفين نشوفه في سنتنا الفيلم بيحكي عن مهاجر سريلانكي وهروبه من الحرب الأهلية في بلده لفرنسا منتحلا لشخصية حد تاني ومجتمعا مع واحدة ست وبنت صغيرة على أساس انهم عيلته وازاي الحرب والصراع والعنف اللي هرب منهم بيلاقوا طريقهم ليه تاني ولكن في صورة مختلفة دي بان هو إجابتي لأي حد عجبه تاكسي درايفر وعاوز يتفرج على فيلم شبهه ولكن بتعقيدات أقل في القصة وببروفايل مختلف لشخصية البطل حقيقي فيلم رائع جدا واللي ما شافوش فيته كتير نرجع تاني بقى للسينما الأمريكية مع فيلم خيال علمي أنا شايفه مختلف عن أغلب أفلام الخيال العلمي في نقطة معينة في بنائه وهو فيلم جاتكا من إنتاج سنة 1997 بصوا يا جماعة أغلب أفلام الخيال العلمي بتبني عالم مختلف بمفردات غريبة علينا ولكن القصة اللي بتتحكي جوه العالم ده بتكون عادية يعني قصة انتقام أو حب أو تحدي أو جريمة أو أي حاجة انتوا عاوزينها ولكن في عالم مفرداته غير معهودة في بقى بعض الاستثناءات الندرة جدا قصتها لا يمكن تتحكي إلا جوه العالم الغريب بتاعها وجتكا واحد من الاستثناءات دي الفيلم أحداثه بتدور في مستقبل تطور عملية التحكم في البناء الجيني للموليد وإصرار شخص على أنه يخترق وظيفة بناء الجيني غير مناسب لها على الإطلاق قصة فريدة جدا وأداء تمثيلي رائع من إيثان هوك وقومة ثورمن ومن قبلهم جود لاو أما ترشحنا الأخير فهو الفيلم من إنتاج السنة دي اسمه The Endless ودي بداية محاولاتي لمشاهدة أفلام مهمة فاتتني السنة دي وعاوز ألحق أشوفهم قبل ما السنة تخلص ولكن طبعا مش حرشحها إلا لما شوفها وتأكد أن في أسباب وجيها لترشحها ودي الحالة بالنسبة للفيلم ده ولكن مع بعض التوضيحات ده فيلم مستقل وحضراتكم بتتفرجوا عليه هتحسوا أنكم بتتفرجوا على مشروع تخرج وده لأنه معمول بإمكانيات متوضعة يعني مثلا بطلين الفيلم هم نفسهم اللي أخرجوه واحد فيهم هو اللي كتب السيناريو والتاني هو اللي صوره ومنتجه فاهمين قصدي؟ الفيلم فانتسي وبيدور عن اتنين إخوات بيقرروا يرجعوا يزوروا معسكر كانوا عايشين فيه وهم صغيرين وفي الزيارة دي فيه أسرار بتتكشف عن طبيعة المكان ده وعن ليه أصلا سابوه ومشيه وعن طبيعة علاقتهم كإخوات أصلا الفيلم فكرته حلوة جدا ممكن يكون ممل شوية في البداية ولكن أحداثه بتخليه مثير جدا للاهتمام ومليان رسائل وانعكاسات بتخليه ممتع إلى حد كبير اللي خلى الفيلم ده مهم بالنسبالي وخلاني مهتم جدا أني أشوفه هو أن استقباله النقدي قوي جدا بـ 94% على روتين طوميتوز ده كده كل اللي عندي الأسبوع ده أتمنى أن الترشيحات تنال إعجاب حضراتكم وياريت ما تنسوش تشاركوا في المسابقة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وباي باي اشتركوا في القناة